السلام عليكم متابعين قناتي أتمنى تكونوا بألف خير وسحة وسعادة هقدم لكم النهاردة فيديو جديد ومميز جدا هنشوف مع بعض من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة جدا من أحدث الأدوات المنزلية والأفكار والحيال الجديدة والبسيطة اللي بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا في البيت والمطبخ وكمان هنشوف المنظمات والابتكارات والاختراعات الزكية اللي بتساعدنا على تنظيم وترتيب البيت عندنا واللي هتشوفيها لأول مرة في قناة هبا حول العالم واللي ما فيش أي ست بيت تقدر إن هي تستغنى عنها أو أي ست أو أي عروسة بتجهز نفسها تتمنى إنها تحصل على الأدوات دي بكل سهولة عشان كده أنا هقول لكم في نهاية الفيديو ده إزاي تقدروا إن انتوا تحصلوا على المنتجات دي والأدوات دي بكل سهولة وقبل ما نبتدي نتكلم مع بعض عن كل الحاجات اللي موجودة معنا في الفيديو ده وإزاي نستخدمها ونستفيد منها لو أنت لسه ما اشتركتيش معايا في القناة أتمنى إن انت تنضمي لنا وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد ويوم بينزل على القناة بإذن الله وخلال ما انتوا بتتفرجوا معايا على الفيديو ده لو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكو أتمنى إن انتوا تضغطوا على الزر اللايق فإلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتمنى ان انتو تدعموني وتدعموا القناة بالضغط على زر الاشتراك ولو عندكم اي استفسار عن اي حاجة تعرضت في الفيديو ده تقدروا ان انتو تكتبوا لي في خانة التعليقات وانا هرد عليكم في اقرب وقت ممكن تعالوا معي بقى دلوقتي بعد ما شفنا مع بعض كل المنتجات اللي موجودة معانا في الفيديو ده ووضحنا ان احنا ازاي نستخدمها ونستفيد منها والحقيقة ان هي ادوات عملية وغير مكلفة وتقدر ان انت تستفيد منها بكزا طريقة مختلفة وبتسهل عليك الحقيقة اليومية وشغلك في البيت كمل الفيديو للنهاية عشان تعرفي ايه الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك ومضغط وبعد ما انا اتكلمت معاك عن كل الحاجات اللي انت محتاجة تعرفيها في الفيديو ده جه الوقت ان احنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم نجيب المنتجات دي بكل سهولة ومن خلال المواقع الصينية مثل موقع علي بابا وموقع علي اكس براس والموقع الامريكا امازون وموقع بين جودو واسعار المنتجات دي بتكون متفاوطة على حسب الحاجة اللي انت محتاجة تجيبها او عن طريق الفيسبوك حضرتك هتكتبي ادوات منزلية وبيكون في تجار كبيرة عندهم المنتجات دي تقدر ان تتواصل معاهم وتحصل على المنتجات دي مقابل مصاريف شحن رمزية اما مصاريف الشحن لمواقع علي بابا وعلي اكس براس بتكون غالية شوية على حسب المكان اللي انت موجودة فيه ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك عشان يوصلكو كل جديد بازن الله